الباطل نوعان باطل واضح للتباس فيه وباطل لا يتضح إلا للراسخين في العلم وأما الحق فلا يكون إلا واضحا ومن ثم يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس الكلام المزين ليلبسوا على الناس الحق بالباطل وتلك هي الشبهة فالشبهة باطل يلبس ثوب الحق لا تتضح من أول وهلة يزخرفها أهل الباطل حتى تروج على الجهال وضعفاء العقول قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون قال مجاهد زخرف القول غرورا أي تزيين الباطل بالألسنة وما أسرع استقرار الشبهة في القلب الإسفنجي الذي ما أن تعرض عليه الشبهة حتى يتشربها وتستقر فيه قال ابن القيم رحمه الله قال لي شيخ الإسلام وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه صار مقرا للشبهات ولمرض القلب بالشبهات أسباب منها فساد القصد واتباع الهوى فمن لم يصدق في إيرادة الحق صريف عنه بسوء قصده والتبس عليه الحق بالباطل قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ومنها التعلق بالأسباب دون الله تعالى وعدم التوكل عليه في الوصول للحق فكل من تعلق بغير الله خذل قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ومنها عدم رسوخ الحق في القلب وذلك لترك التعلم أو لأخذ العلم عن غير أهله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفل لحامل حق لا بصيرة له ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهه لا يدري أين الحق إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن فتن به فالمسلم الذي لم يتمكن الحق من قلبه يكون عرضة لمرض الشبهات إذ إن يقينه ضعيف لا بصيرة له ومن أسباب مرض القلب بالشبهات عرض الفتن على القلوب قبل رسوخ الحق فيه لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى المسيح الدجال مع شدة وضوح باطله لأنه قد يلتبس على الإنسان أمره لما يبعث به من الشبهات قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات